مفاجأة كبيرة صحينا منهم فاجأة ليونين ميسي هيخرج من برشلونة زي ما كان معايا صحفي اسباني منذ وقليل قال أو وصفها بالكابوس تفتكر ده كابوس فعلا؟ بالنسبة لكل واحد شاف برشلونة يوم واحد كابوس بالنسبة لكل مشجع بالشاف فقا لا مشجع لبرشلونة كابوسين بالنسبة لكل مسؤول داخل برشلونة فهو تلات كوابيس يعني الموضوع أكبر مما الناس تتخيل كان ممكن لعيب بحجم ليونين ميسي يكون لعب زي لعيبة كتير مروا على أندية كتير ما إحنا لو كلمنا على اللعيبة العظام يعني سيبك من زمان بليه مثلا إحنا نتكلم على اللي هما الايه الكي ستارز بتاع كورة القدم في التاريخ بليه ممكن قاعد في سنتوس كل حياته أما راح أمريكا كان خلاص بيشطب ماردونا نقل في أندية كتير بين أسبانيا وإيطاليا وعاش فترة تقلق كبيرة في أنحاء أوروبا عديدا في نابوليطان فبنتكلم على كريستيان ورنالدو برضو برضو ما هو بورتوبا ومانشستر الريال وبعدين نقلته الأخيرة ليوفينتوس فكان المفترض الناس تتخيل أن لعيب بحجم ميسي هيكون عليه الطلبات أنه هو مش هيعيش حياة في نادي واحد فقعد من هو عنده تقريبا 17 سنة إلا من موسم 2004-2005 كمان نلعب فريق أول وهو لسه ما كملش 17 سنة في برشلونة ونقول النهاردة ده الكلام ده 2005-2006 يعني من 2005 يعني 15 أو 16 سنة 16 سنة خدمة فطبعا لازم يبقى كبوس غريبة